بدأ العراق بالعمل المشترك لإنهاء ملف مخيم الهول في سوريا عبر تشكيل أربع مجموعات فرعية عراقية ودولية وفي السياق رأس مستشار الأمن القومي قاسم العراجي الجلسة التأسيسية لمجموعتين العمل العراقية والدولية المعنية بتنفيذ الإطار الدولي لإعادة العراقيين وتفكيك مخيم الهول السوري وأشدد العراجي على أهمية إنهاء التهديد الذي يسببه مخيم الهول وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه هذا الملف مشيرا إلى أن الحكومة العراقية اتخذت قرارا شجاعا في إعادة الأسر من المخيم بدفعات مؤكدا بدء العمل المشترك تحت رعاية الحكومة العراقية والأمم المتحدة لإنهاء هذا الملف الخطير والحساس وأتمخضا عن الجلسة وفقا لبيان تشكيل أربع مجموعات فرعية عراقية ودولية في مجالات الحماية القانونية للأطفال والأمن والمساءلة للبلغين وإعادة التأهيل وإعادة الاندماج والخدمات الانتقالية ترجمة نانسي قنقر